في النهاردة اتصال هاتفي بين وزير خارجية التونسية والسيدة أحمد أبلغيط الأميل العام لجامعة الدول العربية الأميل العام للجامعة العربية أكد دعم الجامعة الكامل للشعب التونسي وأعرب عن تمانياته بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية والسعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة التونسية على العمل المفاعلية من أجل الاستجابة لتطلعات وطلبات الشعب التونسي وده جاء خلال اتصال النهاردة اللي تلقاه الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير خارجية التونسية واللي أكد أيضا مصدر في الجامعة أكد نتصال أيضا تناول تطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس المصدر المسؤول في الأمان العام للجامعة العربية أكد أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي استشده تونس والتفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شاهده الوضع الداخلي من حالة انسداد ذكر أيضا المصدر الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع وأكد إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به تطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة أعرب الأمين العام للجامعة الدول العربية واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفاعلية من أجل استجابة لتطلعات ومطالب متطلبات الشعب التونسي أيضا وزير خارجية تونسي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اصال هاتفه من وزير خارجية التونسي عثمان الجرندي وأكد وزير خارجية السعودية دعم الملكة لكل الإجراءات التي تسهم في تحقيق أمن واستقرار تونس ووكالة الأمير فيصل وزير خارجية السعودية تلقى الاتصال من نظيره التونسي واستعرض العلاقات بين البلدين وأن وزير خارجية تونس أطلع بن فرحان على آخر مسجدات وتطورات الأوضاع في تونس وأكد وزير خارجية السعودية على حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار جمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق هذا الاستقرار بأن كم يوم نتكلم على تغير المملكة